عقدت أمس في مجلس الأم أربع لجان برلمانية ناقشت خلال اجتماعها الموضوعات والملفات المدرجة على جدول الأعمال وتكليفات المجلس لها أبرز ما تم مناقشته أمس هو مشروع ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البرية في لجنة الميزانيات والحساب الختامي فيما تم مناقشة ملاحظات وأراء جمعيات النفع العام حول قانون حقوق الأشخاص ذو الاحتياجات الخاصة عقدت اليوم أربعة لجان برلمانية في مجلس الأمة اجتماعاتها العادية لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتكليفات المجلس لها لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني ناقشت مشروع ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2018-2019 والحساب الختامي لنفس السنة المالية 2018-2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه فيما ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية مجموعة من الاقتراحات بقوانين كذلك نظرت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية في الاقتراحات بقوانين المحالة إلى اللجنة وفي لجنة شؤون ذو الاحتياجات الخاصة البرلمانية فقد ناقشت اللجنة ملاحظات وأراء جمعيات النفع العام حول القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذو الاحتياجات الخاصة على أن تستكمل اللجنة المناقشة في ذات الموضوع خلال الاجتماع المقبلي لها بعد ما قمنا بتعديل القانون 8 لـ 2010 لذوي الإعاقة آثرنا على أنفسنا حتى تكتمل الصورة أن نسمع إلى أراء جمعيات النفع العام التي تعنى بأمور المجتمع بأمور ذوي الإعاقة